السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد مع وصفة جديدة وفيديو جديد امبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد جبت لكم هذه الحلوه هذه دي العيد اللي كتجي رائعة في المداق ولي دي ردجة يعني كتجي بواحد المتوين او ثلاثة المتوينات او احسر بعض المتوينات بهم كتجي هذه الحلوه دينا زوينة وعجيبة في المداق يعني وتتحطوا حد الكيمية يعني كثيرة شوية تقاووا معايا تشوفوا المقادير والطريقة تتحضير كنحاول نقربها لكم زيان باش تشوفوها اندر سعجوا شكيلات كيف ما كتشوفوه ندوزوا المقادير المقادير عندي كاس يعني قياس دي العنباء ديال اللوز بالقشرة ديال ومحمر ومطحون وتاس سانيدة وجوج بيضات وجوج معلق ديال الناشا وخمارة وصاشية ديال المدق ديال الزهر والزبدة ديالنا كيف ما كتشوفوه كنشد ربعة ديال الزبدة ديالي وكان بقى نخدمها مزيان بسانيدة كندخل فيها سانيدة كيف ما كتشوفوه كنحنوها شوية باش تخلي يضغيها في الزبدة ديالي الزبدة في الحارة ديال المطبخ تسكون مضيجة جابدينها متلاجة كيف ما كتشوفوه كندير قبيصة ديال الملحام وكنج بدك اصفر البيت ما سنديش البيت كاملة كندير اصفر البيت صافي وبيض البيت تنخليوه باش خنزينو بهه كنبقا كنخدم زبدة ديالي وسانيدة ديالي والبد ديالي صافر البيت كيف ما كتشوفوه على هالطريقة هادي يعني هاد الحلوه هادي كتوجد يعني في ربعه دقايق كنضيف ديك جوج معالق ديال الناشا هاد النسمة ديال فاني ديال الزهر كتسعطيه واحد اللدة والماضاق وكيتوتها مع الكاز اللوز ديالنا كتسعطيه واحد يعني واحد الماضاق وريحة اغزال احصفتها فاش تسكنوا كتطيبوها كتسعطي رائحة يعني فاش تسكن طهي ديالها كتسعطيه واحد رائحة زوينة خلال الطهي ديالها كنضيف ديك كاز ديال لوز انا عندي قياس ديال النبه هادا كتشاش مع ماشلاء هادا كتسعطي من النبه يعني اللوز بغيتوا تطحنوه سيولي بودر انا مطحنتوش كسافيس يعني ما نخليش يعني مطحون بزاف يعني وريتكم خليسو حبيبات تنضيف الخمارة ديالي تنزيدها من بعد تناخد الطحين ديالنا انا اخدت لي هاد المقادير هادي اخدت لي ثلاثة الكيسان ديال العنبه اونس ديال الطحين ثلاثة الكيسان اونس يعني صدقوني تجي رائعة في الماداق وهشيشة وديك اللوز ديالها بحلي تسكن اللبه كلها لوز تنبقى تنجمعها تسلسو للي على هاد الشكل هادا تفم ما تتشوفو انا اللوز ديالي مدعقسوش بزاف خليسو باين جاني فلابات تنشط لبات ديالي تنفرق على جوش انا اخدت البابي ديال الطبخ ديالنا بابي تويسون ساعة عدبني وعود دلت الميكا يعني هو مبايج مواضح ش بغت نوريكم السمك ديال الحلوات ديالي تخصيش مخصوش يجي رقيق بزاف ومخصوش يجي غريضة بزاف يعني تسكن على هاد الشكل هادا كيفما تشوفو تسكن على هاد الشكل هادا تنبقى تنشد انا طبع سوية بدون طبع يعني ممكن انا حاولت نسهلها يعني تكون سهلة يعني بذك الشي اللي عندي فطر خديس كاس انا ما خديتش كاس عنبه لحقش الدورة دياله كبيرة خديس صغر منه بجتني الدورة صغيرة وجتني حللوه تنشدها وتنطبع لابات ديالي كيفما تشوفو على هاد طريقة هادا تنبقى نطبع وتنصف في اللاطة ديالي اللي غن تخل فران كيفما تشوفو الحلوة ديالي هنطبعتها على الطريقة هادا وساهلة تجي في الهزان ما تتلصق ما تستيش حاجة وليك زوائد اللي بقاولية سهوما تنبقى نجمعهم تنبقى نجمعهم وتنبقى نخدمهم ونرجعهم كيف كانوا بحال شكل ديال الباطساب ليغيها دي فيها البودر ديال اللوز أو كاز ديال اللوز ديك اللوز ديالي اللي كان نحمره وتنطحنه بالقشرة ديالنا كيبلي بحال بودر وممطوط يعطي واحد هرماشة زوينة في القعطو ديالنا طابعة ثاني كيفما تشوفو درزو على شكل هيلال يعني الكاز ديالي كنحاول تلقي طاغي في الجنب بشكل هيلال كيفما تشوفو يعني أنا بكاز بلا طابع بلا تشي حاجة حاولت نخرج جوش كيلات كيفما تشوفو نحاول أو نعاود معاكم مرة أخرى كيفما تشوفو الكاز ديالنا كيفما تشوفو كامل بك بعض الناس grandes سيارة كيفما تشوفو كيفما شرحت اذهل كيفما تشوفو كيفما تشوفو كيفما كيفما تشوفو نحاول انا اخذت البيض ضروري ابيض البيض باش يلسق فيه انا اخذت اللوز ايفيلي ممكن يديرو الزنجلة العادي ممكن اللي بغي يزينه باي حاجة ولكن انا اعجبتني الطريقة دير اللوز ايفيلي حداجة دير اللوز في العجينة دينا نتمنى تجربوها تجي رائعة في الماداق من بعد فاشتان سالي اللاطة دينا كاملة كيفما تشوفو تدخل اللطة ديالي او دخلت اللطة ديالي اللولة يعني درجة الحارس كون عادية تنشعلو عليها من تحتي اللولة متنشوفوها السحمرات من تحت تنشعلو عليها من الفوق ها هو اللون الدهبي اللي كيجي في الحلوة ديالي صدقوني كتجي واحد الحلوة ديال بريستيج يعني صابلي ولكن هو بلاب يعني فيها ديال كاس هو ماشي بزاف يعني مياز درامي ممكن اي واحد يديرو وتيجي في الماداق روعة معاديك صشية ديال الزهر تجي الماداق يا سلام نتمنى تجربوها كيفما تتشوفو خليت لها اللون الدهبي كاملين اللي اشتو مازال ماخداش اللون ديالو ارى اني حيت اللي مذهبين ولي خدهوا اللون وعاو ترجعت اشتركوا في القناة